اكتشفنا في هذه الفقرة وجود نوعين من الكريات اللنفاوية الكريات اللنفاوية B والكريات اللنفاوية T قلنا بأن الكريات اللنفاوية سواء B أو T يتم إنتاجها على مستوى النخاع العظمي النخاع العظمي هو وسط العظام اتحدثت عن نخاع عظمي ثم قلنا بأن الكريات اللنفاوية B تنضج في النخاع العظمي بينما الكريات اللنفاوية T تنضج على مستوى الغداء الساعترية إذن هناك أعضاء اللنفاوية مركزية رئيسية أساسية وهي النخاع العظمي والغداء الساعترية الكريات اللنفاوية B تأخذ اسمها من كلمة نخاع عظمي بالإنجليزية بي بون والغداء الساعترية من كلمة تيميس حرف T إذن كريات اللنفاوية B نسبة إلى النخاع العظمي وكريات اللنفاوية T نسبة إلى الغداء الساعترية تحدثنا أيضا عن كلمة طحال عقاد لنفاوية إذن فهي أعضاء اللنفاوية محيطية تشمل الطحال اللوزتين الزائدة الدودية كنت تقول لها مصرانة الزائدة لوزتين كنت تقولها الحلاقم العقاد لنفاوية كنت تقولها بالدريجة الولسيس حيث يتوفر جسمنا على مئات من هذه العقاد لنفاوية موزعة على المسالك اللنفاوية ما هي المسالك اللنفاوية؟ هي مثل العرق لكن عوضة أن يجري فيها الدم يجري فيها اللم وتربط مختلف الأعضاء اللنفاوية التي تصل بين العقاد لنفاوية ومختلف الطحال ومختلف الأعضاء اللنفاوية كملحوظة قد مكن تقنيات معقدة من تمييز مجموعتين من الكريات اللنفاوية T التي قلنا أنها يتم إنتاجها على مستوى النخاء العظمي وتنضج على مستوى الغدة الساعترية فوجد العلماء نوعين كورية لنفاوية T4 تمتلك CD4 مستقبل خارجي وقادر على التعرف والارتباط بSIMH2 قلنا في فقرة سابقة أن هناك نوعين من SIMH SIMH1 يتواجد في جميع الخلايا المنوات بينما SIMH2 يتواجد فقط في الكريات اللنفاوية أو الخلايا المناعية بصفة عامة ثم الكورية اللنفاوية T8 تحمل مستقبلا يدعى CD8 وهي قادرة على تعرف الارتباط بجزئة SIMH1 سأحاول عبر خطاطة مبسطة قدر إمكان أن أعرض عليكم مختلف الكريات المناعية المتدخلة في المناع قلنا سابقا أن أصل الخلايا المناعية هو النخاع العظمي نميز خلايا أصل النخاعية وخلايا أصل لنفاوية بالنسبة لخلايا الأصل النخاعية تعطيه الصفائح الدموية والكريات الحمراء تعطي أيضا الكريات البيضاء متعددة النواء والكريات البيضاء وحيدة النواء بالنسبة للكريات البيضاء متعددة النواء هناك العديلات والحمضات والقعدات بالنسبة للعديلة سبق أن تعرفنا عليها هي تدخل في دور البلعمة استجابة مناعية غير نوعية الحمدات والقاعدات سنتعرف عليها بشكل أفضل في فقرات مقبلة كما لدينا كورية البيضاء وحيدة النوى تعطينا الوحيدات وهي البلعمة الكبيرة التي تدخل في البلعمة بينما الخلايا الأصل اللنفاوية تعطي نوعين اللنفاوية B واللنفاوية T بالنسبة للنفاوية B تعرفنا في الفقرة السابقة لأن العلماء ميزوا بين النوعين منها حسب المستقبل الغشائي الخارجي T4 تحمل CD4 والT8 تحمل CD8 الكورية اللنفاوية B تتحول بعد التفريق إلى بلزمية اشتركوا في القناة